السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعطيكم العافية جميعا بتمنى تكونوا بخير وبصحة وبسلامة فيديو اليوم راح أتكلم عن جميع الملحقات والأمور اللي لازم تكون توفرة عن جميع المصممين سواء مصمم مبتدئ أو محترف أو حتى يعني في مجال تصميم الـ Graphic أو UI UX Design أو حتى يعني تصميم الفيديوهات تمام أول موقع راح نحكي عن أمور كثيرة تمام جميع أيضا روابط هذه المواقع والإضافات راح تلاكوها أسفل الفيديو بصندوق الوصيف أول موقع معنا هو الموقع Freebeek اللي غني عن التعريف موقع للموكب وللصور وللفيكتور والBSDs اللي بنقدر نعدلهم سواء على برنامج الفوتوشوب أو برنامج الإلستريتور تمام طبعا البرنامجين هذول نتوفر شرح إليهم بالتفصيل للمتدئين على القناة أضع أيضا رابط البليليست خاصة فيهم أسفل الفيديو بصندوق الوصيف و راح تطلع لكم أيضا على يمين أو نشمال في الآية تمام بداية الموقع Freebeek ضرمانا بالشكل هذا تمام نتوفر على الموقع بصور نستخدمها في تصميمنا نستلم منها أفكار أيضا لتصميم اللي احنا بنا نعملها وبشكل عامي يعني من نستفيد منها في المجال اللي احنا بنا نستخدمه سواء تصميم لوجو أو تصميم مثلا إعلانات أو تصميم سوشال ميديا أي إشيه تمام أي إشيه بتعلق بالتصميم طبعا عندنا خيارات الليهان عندنا الفيكتورز الشغلات الفيكتور هادي تم عملها وإنشاءها عن طريق برنامج الإلستريتور أو عن طريق الرسم على برنامج الإلستريتور تمام هيا شغلات أمور كتيرة طبعا في منها المدفوع وفي منها المجال تمام عندنا أيضا في عندنا الصور الصور مستخدمها ممكن نستخدمها لخلفيات لتصميمنا خلفيات في الصور مصغرة نستخدمها لفيديوات اليوتيوب مثلا أو صور ممكن استخدمها في تصميمي كدمج معين أو أي تصميم أي شكل أنا بديه تمام وأيضا الBSDs هادي موكب نعرض عليه أعمالنا وشغلنا بعد ما نعمله مثلا زي عندنا اللوغو ممكن مثلا أعمل تي شيرت أو شعار أضعه على تي شيرت بلو زهان تمام ممكن بطاقة أعمال تمام جميع زي ما قلت أيضا في منها المدفوع وفي منها المجال بكل بساطة بضغط على أي تصميم أنا بديه تمام ويجبيني هنا تحميله طبعا هنا بقول لي تمدلت هذا بصيغة الBSD يعني الBSD بقدر أعدله على الفوتوشوب وأفتحه على الفوتوشوب تمام لو منيجي على الفيكتور اللي هان الفيكتور هادا لو نستخدم هادا مثلا وقل لي هانا الفورمات تاعنا ملئ نزله بصيغة الBSD الBSD هو صيغة نفتحه على برنامج الإلستراتور تمام نعدلها مباشرة هناك وممكن أيضا نفتحه على برنامج الفوتوشوب تمام بكل بساطة أنا ممكن نعمل لها تنزيل ولا بدل تنزلها بالمصاري ولا مجانا لا فنقوله أكيد مجاني بشكل مجاني تمام طبعا الآن بتم التحضير لعملية التنزيل تمام بدين الملف بالشكل هادا بيعماله طبعا بملف مضغوط من فيك انتغط عنه وبيعمل الفاتيح أوبين طبعا هاي الصور اللي بتطلع معنا هاي صوت الملف تمام هاي عنا ملف الBS بصيغة الBS لو أنا بضغط عليه بيفتح معي على برنامج الإلستراتور تمام هاي بإيش شكل هذا معي يعني أنا ممكن مثلا الملف هذا ها استخدمه على الفوتوشوب بعمله كوترول سي بحديده بعمل كوترول سي وروح لبرتنجه في فوتوشوب وبعمل كوترول سي وقل لي هاي عنا بنتك انت الملف يضل بسمارت اوبجيكت ولا بيكسل ولا بيعت ولا شاب ليه ولا شاب ليه لا يا لا اكيد طبعا سمارت اوبجيكت ليش سمارت اوبجيكت لانه الخيار هادا بخليلي هي فيكتور زي كإنه على الإلستراتور ما بيبكسل بالمرة وبدون بيكسل انه اكبر اسلطر فيه اكبر بحجمه وبابعاده ما بتختلف عندي جودة الصورة تمام لكن البكسل بيصير بكسل يعني انا ما جاء اكبره زي كإنه مغبش تمام فمنخليه طبعا وخير الابضل هو سمارت اوبجيكت فبعطيه اوكي بتظهر معنا بتنزل معنا بإيش شكل هادا تمام هيا تم وضع هذا البرنامج ممكن ازغرها اضيفها بتصميمي بالشكل اللي انا بديها تمام منوظفها اكي طبعا تبقى التصميم اوكي هذا بالنسبة ل موقع فريبك تمام الان عندنا الموقع التاني اللي بننزل منه ايضا الصور والصور ايضا بصيغة بي ان جي تكون مفرغة وموقع ايضا هذا الموقع بننزل منه ايقونات وصور بصيغة الاس جي جي او البي ان جي تمام الغالب الموقع هذا باكثر استخداما الاشخاص اللي بيستخدموا مجالهم اليو ايو اكس ديزاين تمام طبعا الايقونات بتطلع المعنى بالشكل هذا او ممكن في مربع البحث نكتب الاسم الايقونا اللي احنا بنبحث عنها تمام بنختارها وبتنزل معنا بكل بساطة يعني مثلا لو انا اختار او كلمة مثلا هوم ايقونا الهم تمام فبتطلع معنا ايقونات كثيرة ايضا طبعا في منهم مدفوع اللي عليها حلم بالتاج وفي منهم المجان لو انا بختار هذه الصورة بتطلع مع الواجهة اللي امامنا واختاره بنزل بسيغة البي ان جي او بسيغة الاس في جي تمام ايضا الموقع التالت الموقع هذا بنزل منه الصور ايضا الفيكتور والفيديو بشكل ايضا مجاني وفي منهم مدفوع ايضا تمام المرتب عليه الفري هنا هي المجانية والباقي بيكون الغير هيك مدفوع طبعا صور ثلاثية الابعاد 3D صور ايضا شبيهة بالموقع تمام بنوظف ايضا وننضيف او بنشتغل عليها في تصاميمنا ممكن مثلا العلبة هادي نضيف عليها مثلا هانا زي شعار مثلا كوكاكولا او بيبسي او اي نيكن تمام عمنا ايضا صور الباكجراوند اللي هي الخلفيات تمام تظهر معنا جميع الخلفيات امامنا طبعا الخلفيات رائعة جدا عندنا الفلتر اللي هان ممكن انا اقوله بدخل فيات فيكتور يعني مرسومة رسم ما بتبكسل ابدا لما احنا عارفين او بدي اياها تكون صور عادية تمام او بدي اياها تكون فيديو ايضا انا ممكن انزل فيديوهات بديوهات اتستخدمها في تصميم فيديو في المونتاج تمام وممكن ايضا اقول له بدي الفيديوهات اللي تكون فري تكون مجانية فطبعا بفرز لي اياهم ايضا الان نيجي خلينا مثلا نقفل عندي الصور او الفيكتور تمام وفيه شغلة حلوة الموقع حدا جدا لما اختار اي اشي مثلا انا بدي الصور باقي جراوند خلفيات لا الصور فوتوز تمام و اقول له بدي اياها كمان ايضا تكون فري بعد ايك انا هوكي بدي صور انا بدي خلفية تكون يعني مثلا لونها ازرق او لونها احمر تمام فعنده العجلة الالوان هذه فبختار اللون الاحمر فمباشرة بيحمل بصير ويجيب لي جميع الصور والخلفيات اللي تحتوي على اللون الاحمر يعني بشكل سهل بسهل لي كل اشي انا بدي اياه اعمل جميع الخصائص و جميع الامور بتوفرة عندي تمام الكل اللي بضل علي ان انا اجيب فكرة للتصميم او اشغل لتصميم معين واستخدمه ابدأ اشغل فيه وبس ما علي ان اجعل الموقع هذا اجيب خلفية منه واختار اللون الخلفية اللي انا كمان بدي اياه خلينا بسلا نختار اللون الازرق فكرة باللون الازرق وبيجيب لي خلفيات كبيرة وكتيرة بشكل كبير لون ازرق تمام ايضا الابعاد من ناحية الابعاد ممكن انا بدي الصور يتكون بالطول ب الف و سبعة و ستين طبعا القياسات هذه جميعها موجودة بالبيكسل تمام انا بدي اياه مثلا اه فيجيب لي جميع الصور اللي بشكل طولي واللون ايضا تكون ازرق انا ممكن استخدم هذا خلفية للجوال مثلا للموبايل تمام اوكي يعني احنا اتعرفنا على الموقع هذا جميل جدا وفيه خصاص وميزات رائعة جدا تمام نروح الان على الموقع الثالث الرابع سوري وهو موقع تمام هذا الموقع ايش هو هذا الموقع موجود في امور كتيرة جميعها مجانية انت بتنزلها خلينا نشوف طيب لدينا مثلا هنا لدينا قائمة هذه مجانية جميع الفيكتورز لدينا ايكون مثلا ورود فلاور فروت سبورت كريسمس مثلا اي اشي احنا بدينا اياه بصيغة الفيكتور ايضا بشكل مجاني ننزله بدون مشاكل بشكل مجاني طبيعا اكيد الصور ايضا مجانية لجميع الامور من ناحية مثلا البلدان للابنية للانيمل للماء للخريف للشتاء للفصول جميع الانواع والاشكال تمام وعندنا ايضا الفري بي اس دي بي اس دي بيكون تمام منعدل عليه طبيعي الايكون مثلا للويب للبوكس مثلا للموبايل للتاكز لاليواي الموقع هذا موفر لي وقت و جهد بشكل مش طبيعي صراحة نحن نفوت على موقع ننزل كل اشي للتصميم نحن بدنا اياه من موقع واحد مرة واحدة نجي بينه ايقونات نجي بينه الخلفيات نجي بينه البي اس دي وايضا هاي زي ما نقول ايقونات لكل اشي سواء ايقونات مثلا للصور للسوفتوير ملفات فولدرات للجوالات تمام وعنها ايضا تيمبليت جاهزة هذي لتيمبليت الاغرابة مثلا بيستخدموها المبارمجين انه مثلا تيمبليت جاهز لان الاشي امال مثلا css هذي بيجيب لك تيمبليت جاهز للناس المبتدئة في المجال بتنزله بيجيب لك الكود كامل للصفحة اللي قدامك او الموقع بتعرفيها كيف نعملها بتقدير تعدل عليها او تستخدمها بشكل سريع بتخسر عليك وقت وجود تمام الان ايضا لدينا الموقع الخامس الموقع هذا موقع png3 الموقع هذا مشكلته كله بفلوس فيش اشي فيه مجانة ممكن اشي كليل جدا اللي مجانة فيه تمام من صور من ايقونات من ملفات جميع الامور ايضا موجودة فيه تمام ايضا جميع الصور جميع المواقع هذه احنا استخدمها يعني كتغلية بصرية مثلا احنا والله لابد اعمل تصميم مثلا لبزنس كارد فممكن اجيب على موقع فريبك على سبيل المثال اكتب بزنس كاردس او بزنس كاردس تمام بطاقة اعمال فيجيني بطاقة اعمال بشكل كبير وبشكل واسع جدا تمام فاستخدمها في التصميم فاستلهم منها الافكار ايضا لشغلي انا ممكن مثلا استخدم التصميم هذا الملف هذا تمام انا ممكن والله اجيبه اجيب المربعات هذه منه على سبيل المثال تمام او اخذ الفكر هذه منه ممكن اجيب على تصميم هذا التاني اجيب منه المربعات اللي هنا واستخدم ايضا او اضفها في تصميمي فانا اكتب اعملت تصميم بزنس كارد من اكتر من ملف اصلي تمام بجيب ثلاثة اربع ثلاثة اربع ملفات بازدي بزنس كارد وبجيبهم بجميعهم واخد منهم فكرة بأنشئ تصميم مختلف جديد تمام اذا نسل الامر بينطلق على باقي المواقع تمام الان بنيجل الموقع اللي بعد هيك وهو موقع هذا مواقع بنستخدمها ل البي ان جي تمام بتنزل لي بي ان جي فقط يعني الصور مفرغة من الخلفية تمام سواء صور ظهور زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة تمام خلينا مثلا اه بفت على الموقع من البداية الموقع بيظهر معنا بالشكل هذا بيظهر معنا جميع الايقونات مثلا العصور هذا الادين هادي الاشخاص هادولا الرسمة الفيكتور طبعا كله هذا فكتور تمام ممكن انا استخدم فيكتور والله مفرغ باككراون مثلا خلفيات خلفيات بالشكل هاد ممكن استخدمها لليوتيوب مثلا يعني خلفية لليوتيوب اضيف عليها المحتوى انا بدي اياه تمام بعد هيك منيجي لها المواقع التالية وهي المواقع اللي مننزل منها الصور الصور لاي تصميم ممكن يخطر عبالنا تمام سواء تصميم دمج تصميم تعديل الوان اي اشي اول موقع معنا هو موقع عن سبلاش تمام موقع رائع جدا بيحتوي على مجموعة واسعة جدا من الصور اللي انا ممكن استخدمها ووظفها في شغلة وفي تصميمة او ممكن حتى استلهم منها الافكار سواء صور يعني مصمم على الفوتوشوب مثلا او على اي برنامج او صور اشخاص مصورينها يعني ارافعينها على الموقع وحدها يستجيد منها تمام يعني مسلا ممكن اشوف على الفوت اند اي ترينك مشروبات الاكل صور للاغذية اخذ منها افكار مسلا ممكن او استخدمها في تصميمة بالشكل اللي امامنا على الشاشة تمام الموقع اللي بعد هيك اللي هو هاي كليبارت تمام الموقع هذا الواجهة تطلع معنا بالشكل هذا تمام والله انا مثلا بدي استخدم بابحث على افكار او صور لبلدن مثلا الابنية فتطلع معنا الصور هذه جميعها طبعا مفرغة زي ما قلت سواء الصور مصمموا على برامج مثلا سينما فور دي او ثري دي مرسومة رسم او ملونة او بيضب اسود او حتى صور مجرد يعني ان هي نقاط تمام تدر معنا بالشكل هذا طبعا كلها مجانية ندر ان ننزلها بكل بساطة ونستخدمها ونوظفها في شغلنا وتصميمنا تمام الموقع اللي بعد هيك اللي هو موقع بابكسادي تمام الموقع هذا ايضا زي موقع عن سبلاش لكن موقع مختلف قليلا يعني في صور كتير ممكن احنا ما نلاقيهاش في الموقع هناك فبنلاقيها هان تمام وايضا جميع الموقع هذه موجودة الصور عليها بجودة عالية جدا تمام الموقع هذا موقع دعميل جدا يوفر لي شغلات كتيرة منها الصور اللي مصورة بكاميرات طبيعية واللي عندها الرسمات رسمات اللي تم رسمها سواء بسكيتش وتم تحويلها على الالستريتور او على الفوتوشوب وتم رسمها مباشرة على الالستريتور يعني بسيغ بفكتور تقريبا يعني لدي صور كتير او بنسوع كتير من الصور بنستخدمها في تصاميمنا وعندنا ايضا الفيكتورز من اشكال هاده اللي امامنا اشكال كوباية مثلا اشخاص فواكه تمام اه انمال حيوانات بلدنج ايضا ادنية رسمات احنا بنستخدمها ممكن والرسمات هاده ممكن حد يستخدمها في رسم الكاريكاتير تمام عندنا ايضا الفيديوز موجود ايضا عليه فيديو ممكن انا الفيديوهات ادنى استخدمها مسلا في تصميم فيديو او انشاء فيديو على بريمير او متاج فيديو تمام يعني مسلا ممكن حدا يكون بيحكي عن موضوع مسلا سفر او عن الغابات فممكن هنا ايدي يجيب فيديو عن الغابات او مسلا عن الورود طبعا جميع الفيديوهات اه هاي ظاهرة معنى ان هي مصورة بصغيرة 4K تمام طبعا هنا على كل صورة بتلاقي اعجابات الناس اك ام واحد والله اعجابات الصورة بتلاقي تعليقات الناس اش اراهم عن الفيديو تمام ايزا متوفر عليه غير صغر الفور كي في صغر فول اتش دي او اتش دي كمان تمام وعندنا ايضا ايضا اي شغلة اضافة حلوة وجميلة وهي اه اه الميوزيك اه موسيقة احنا ممكن نضيفها في فيديوهاتنا وافلوكاتنا اللي بنستخدمها ايضا هنا اعمل لك فلتر الهم على مسلا انت بدك موسيقى لفلوك هنا انت عامل فلوك وبدك موسيقى تحط بكارة بصور الهانية الخلفية. تمام? فعندنا موسيقى بشكل كبير. تمام? تقدر تستمعها والله عجباتك تقدر تنزلها. تمام? ومبيلك ايضا قديش اه وقت كل واحدة. تمام? ايضا فيلم موسيق مسلا تبدك الافلام مسلا تمام? يعني بيوفر امور وشغلات جميلة جدا. سواء الناس بدي تصمم على فوتوشوب او او ادشاء تصميم الفيديوهات او حتى افطر افكت. رسومات. تمام? الان بنيجي للمواقع اللي بعد هيك اللي بيحتاج ايضا كل مصمم لازم يكون عارفها. وهي مواقع الخطوط. تمام? اول موقع. عندنا الموقع هذا موقع اجنبي. دافونت او دي اي فونت. تمام? مواقع جميل جدا بيوفر لك خطوط بشكال وانواع وشكل كبير جدا. تمام? اغلبها مدفوع. في منها مدفوع وفي منها ايضا مجاني. تمام? شكل جميل يعني اللي عندنا الخط هذا مسلا بنقدر نضغط عليه. نشوف الخط هذا بيقول لك جميع يعني الخط هذا لجميع الحروف والارقام كيف الشكل بيطلع والايقونات ممكن كمان. تمام? ممكن ان نزله. نعمله تنزيل. بيقول لك انه الخط هذا يحتوي على اتنين فونت. يعني في فونتين. الصيلين. تمام? نقدر ان نعمله تنزيل. حتى يعني بيجيب لك عدد الاشخاص كم عملية دولون ان عملت الخط هذا. بيجيب لك هنا بيقول لك انه ان عمل تنزيل الخط هذا مية وتمانية وسبعين الف وتمانية وستعشر مرة تنزيل. تمام? طبعا هنا بيقول لك. فري فور ب بيرسونال يوز. يعني الاستخدام الشخصي. بجانة الاستخدام الشخصي. مش استخدام ممكن يعني تجاري ممكن يكون عليه حقوق طبعنا. حقوق نشر. تمام? حقوق ملكية. احنا برضو انه لازم نتبه من الشغلة هاي. اوكي. الان الموقع التاني هو موقع العرب وغنى عن التعريف ايضا اكيد لابد من انه كل مصمم سواء في بداية تصميمه الا ما يكون مر على الموقع هذا هو موقع عرب فونس. انا بتوفر عليه موسوعات كبيرة من الخطوط. سواء خطوط بخط العربية. خط الديوان. خط الحر. الخط الكوفي. الخط العادي. الرقعة. تمام? عنا ايضا بنقدر نعمل اه معاينة للكلمة نفس ان احنا بدنا اياها. كلمة هادي. بحان الله. نشوف كيف بتطلع على جميع الخطوط. تمام? طبعا جميع خطوط يعني متجنية على الموقع متوفرة. تمام? ما اعتقدش انه يكون في يعني خطوط بشكل يعني مدفور. اوكي. الان بنروح للموقع لبعده. هو الموقع اوار فونس. ايضا موقع جميل جدا. ورائع. شبه اه شبه موقع عرف فونس. تمام? موقع بيحتوى على خطوط كتيرة. خطوط تاريخية. خط النسخ. رقع الديوان. خطوط ايضا احنا بنقدر مسلا نستخدمها للشاشة. خطوط للاخبار ايضا. فرز لي اياهم يعني. خطوط اضافية زي زخارف. تمام? ايضا جميعها بشكل مجالي. بعد هيك عنا الموقع ايضا موقع جوجل فونس. موقع جوجل ده الخطوط. اوكي? الموقع هذا متوفر على ايضا جميعا مع الخطوط باللغة الانجليزية واللغة العربية. لكن النسبة الاكبر للغة انجليزية متوفرة اكبر. تمام? وفيه خطوط ايضا بتدعم العربي وبتدعم اللغة الانجليزية. يعني مثلا انا بدي امزل الخط هذا وضغط عليه. بجيب لي جميع الاستيلات بتاعت الخط. تمام? بياهان. وعندنا خيار ايضا دولوند فاميلي بل ترحمل جميع الخطوط والسخط المفتصمين. تمام? عندنا الموقع الاخير. موقع الخامس. هو موقع ادوبي فوند. موقع ادوبي. تمام? طبعا اغلب الخطوط بتكون موجودة دايريكتلي على برامج ادوبي. سواء فوتوشوب الانجليزية والانجليزية والانجليزية والانجليزية. تمام? ايضا بنفس الالية بنضغط على الخط. اوكي? باستعرض لي اياه. الخط هذا طبعا موجود في احجام كتيرة. تمام? تقريبا واحد وعشرين فوند. اقول لك هذا الخط متوفر تمام? توفر مع نزخ السي سي. اوكي? بالشكل هذا. اوكي. الان بعد ما انتهينا من ايضا المواقع الخطوط المستخدمة في الخطوط. عندنا مواقع الالوان. احنا الان ننتهينا مسلا من التصميم. وبننا نعمل تصميم من وجود الفكرة وعندنا التنفيذ لكن محترين في الالوان. فبنيجي على الموقع هذا. موقع color hunt. بيختار لي الجميع يعني الوان بشكل جميل. يجيب لي صور زي هيك. باختار الصورة. يجيب لي جميع الاكواد وجميع الالوان المتوافرة في الصورة. انه متوافق ايضا مع بعض. يعني هذه الصورة كاملة. بقدر استخدم جميع صورها. بقدر استخدم جميع الالوان بتاعتها في تصميم واحد. تمام? ملتاز. الان بنيجيب له الموقع اللي بعده. وهو الموقع ال color adobe. او 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 ادوبي color. الموقع هذا للناس اللي دارسة تصميم متعمقه في مجال الالوان. احلاقات الالوان واستخدامهم. فهتفهم على استخدام جميع الخصائص اللي هاني. اوكي. انا مسلا انا بدي استخدم في تصميم اللون احمر. اللون الاحمر. بيجي معه الالوان هذي. الدرجات الالوان هذي. تمام? خمس خمس درجات للالوان. ايضا بيجيب لي نزل اللون. تمام? او الكود تعلوم. طبعا احنا بنعرف انه كل لون لو كود معين. يعني مثلا لو نختار الدائرة هذي. يجيب لي الالوان ودرجات الالوان مختلفة. تمام? ممكن اختار لونين مثلا. ويجيب لي اربع او خمس درجات منهم. او ممكن مثلا ثلاث الالوان. من نفس المكان ونفس الصنف. هو يختار لي خمس درجات منهم بقدر استقديمها في تصميمه. تمام? ممكن الالوان بالشكل هذا. طبعا. الالوان هذي لها خصائص ولها يعني مبنية على علم ودراسة مسبقة. انه انت الالوان هذي. والدرجات هذي في اي تصميم انت ممكن تقدر تستفيد منها او توظفها. تمام? بعد من انت من الموقعين هذول. المواقع اللي بعد هي. وهي المواقع هذي مختصة فقط في الموكب. يعني الموقع هذة مختص بشكل كبير كله يعني مش منوفر فيه صور. مش منوفر فيه فيكتور مسلا. لكن منوفر في موكب. موكب سواء للفوتوشوب او الالسترياتور. لكن الموكب هو في الغالب يكون بس لغة البي اس دي للفوتوشوب. تمام? طبعا. متوفر عنا اشكال والوان وعجيب جدا كتيرا. طبعا جميعا بشكل مجان وفريد. لا المجلات. لا مثلا الهواتف. لا الموكب. تمام? لا اللوغو مثلا. لا الفلاير. الاعلانات. او ممكن حتى مثلا لا الكالندر. تمام? ممكن للعبوات. ممكن للمضاريف ايضا. يعني حتى بتوفر عنا موكب. لا. ثري دي. لا السيارة. او شحن. ممكن تجعمل له دولون مسلا. لما تجعمل له دولون تحميل. بفتح معي ملف الشخص اللي عامل التصميم هذا ارافع على الموقع. تمام? انه هذا موقع اي شخص ممكن يعمل تصميم لموكب معين سواء سيارة فيزبة عبوة كوباية مية مثلا. تمام? ممكن يكون رافع العمل. على البيهانس. تمام? بالشكل هذا. ممكن عندك يضيف انت الملف كله كامل انه اي شخص يقدر يحمله يستفيد منه بشكل مجاني. طبعا هنا بيقول لك انقداش حجمه. تقدر تنزل و تستفيد منه في شغلك وتصميمك و في عرض منتجاتك على اه الشاحنة بالشكل هذا. تمام? ممكن ايضا نستفيد من الاشياء هذا ان نحن ممكن نفوت على. نفوت على ملف الشخص هذا اللي عامل التصميم. تمام? ممكن يكون ايضا عامل تصميم مختلف ايضا مسلا. تمام? ممكن نستفيد منها اوكي? بالشكل هذا. الان بنجينا الموقع اللي بعد هيكله هو الموقع ايضا الموقع هذا ايضا زي ما قلت اه مختص بشكل كبير وواسع دمدا فقط في الموقع. تمام? مكبلة الساعات للطقية لا لاي تصميم حتى لا تشيرتات متوفر كمان. نعم? طبعا هنا انا بقول لك اه تصميم هذا. اوكي ملف بي اس دي فيه. هذا التصميم مثلا فيه ثلاثة بي اس دي. هذا اثنين بي اس دي. هذا مثلا تصميم فيه سبع بي اس دي. تمام? لما اجي عمله تنزيل فكل بساطة ممكن انا اجي عمل تنزيل للساعة. انا اعمل التصميم وابد ان انشر على ساعة. تمام? طبعا هنا بتجيب لي هاي الشكل الاول الشكل التاني الشكل التالت. ممكن اعمل له داولود فري داولود. تمام. بقول لك. راح يتم انشاء التنزيل في خلال السوان طبعا هاي يجاب لي الملف. يجيب لك الملف طبعا مضغوط بحي وحجمه ستسعة وتراتين مايجا. نقدر ننزله ونشتغل عليه ونستفيد منه. تمام. الان هاي المواقع هي للموكب زي ما قلت مواقع مقتصة فقط للموكب. تمام. ونقدر ايضا احنا نرفع شغلنا عليها يعني. ممكن نعمل تسجيل دخول ونرفع شغلنا على المواقع هذا. على المواقع هذا. والناس ايضا نستفيد من شغلنا. نحن بنا نرفعه من جانب تمام. واذا بنا نرفعه بشكل يعني مدفوع ممكن نحطه على فري بيك او اي مواقع ذكرناه سابقا تمام. الان بنيجي لمواقع تغذية بصرية. الان مواقع تغذية بصرية احنا هادا نستفيد منها بالشكل كبير. عندنا مثلا عندنا مثلا مواقع بهانز. هذا المواقع بهانز نقناعنا التعريف اكيد الجميع كل مصمم مر على المواقع هذا او سمع فيه او شاف حتى يحكي عنه او نزل رافع شغله عليه تمام. نفوت عليه بنلاقي تصاميم نستلهم منها الافكار. ممكن انا مسلا بدأ استخدم تصاميم لمسلا لوجو. فبحث بالسيرش. مربع السيرش للوجو. يجب لي شغل كثير للوجو ناس عاملينه تمام. لوجوهات بشكل جميل جدا بشكل واسع بشكل كبير. تمام. يجب لي شغل هذا. ليش عمله هيك او كيف صممه. تمام. موضح طبعا بيكون هنا بيكون موضحين انه ليش استخدمت هذا الخط مثلا. من وين اجتني فكرة الخط هذا. ليش استخدمت الشكل هذا. فانت بتستمد الافكار من هان. حتى في الالوان. فبتستفيد تمام. حتى المواقع جميع المواقع اللي ذكرتها السابقا. سواء فريبك او فلات ايكون الايقونات او حتى الصور. هذه المواقع جميعها تعتبر مواقع يعني مرجع لأي مصمم من ناحية ايضا التغذية البصرية. واستلهام الافكار وايجاد الافكار. يعني انا ممكن افوت على فريبك على سبيل المثال والله يعجبني الشغل هذا التصميم هذا فاخد الفكرة منه. تمام. الموقع هذا ايضا نفس الامر. عندنا الموقع التاني اللي هو الموقع. طبعا قبل ما ننتقل على الموقع اللي بعده. الموقع بيهانز انت بتقدر تعمل عليه بث مباشر تشرح عليه. بث مباشر للتعليم مثلا فتوشوف تشرح عليه موضوع معين. تمام. لكن هو في الغالب جميعه بيكون الاجانب يعني. الناس الاجانب تمام. مش متعارف الاشهاد عند العرب كتير. ما معرميش حد صراحة بيعمل هيك. لكن في نسبة كتير من الاجانب بيعملوا بثلت مباشرة عليه. بيعملوا شرح عليه. فبتقدر انت ايضا تفوت على وتشوف الناس هايهم. عاملين بثلت مباشر هنا كتير. تمام. فبتقدر تفوت على اي بث مباشر انت تشوفه. مثلا تتابع وتتعلم منه وتستفيد من الشخص هذا اللي بيعمل البث المباشر. او بيعمل التصميم. بغد النظر عن ايش التصميم. تمام. او ايش محتوى البث المباشر. او ايش محتوى التصميم اللي هو بيعمل يعني. مختص بايش. تمام. الان انتقل للموقع التالي. وهو الموقع البنت الرست. تمام. الموقع هاي الموقع ايضا جميل لتغذية البصرية. بتستميل ايضا من صور. ومرجع الى تستميل من افكار. تمام. خلفيات. سواء الخلفيات التي تستخدمها مثلا في برواز. او بتعمل منها مثلا تصميم لشهادة. او تصميم للعيد او رمضان. تمام. بشكل هذا. بشكل حلو كمان. تمام. كتير منا نشوف ناس بتعمل تصميم بشرتات. تصميم ملابس. تصميم اواعي. سواء ملابس رياضية او لفرق او لاندية او الى اخره. فمنلاقى معنا الموقع هذا. الموقع هذا. كتبول او الالعاب. او الريندرز تمام. منلاقى فيه انه صور اشخاص صور لعبية. نحن منقدر نستفيد من الصورة. تمام. انه نعرض عليها مثلا شغلنا. انه نضيف عليها. ايه مثلا. ايه مثلا. انا حدا عمل زي ما قلت. قبل شوية. انه واحد عمل مثلا دصميم تشيرت. فبندو يعرضوا على صورة. بندو اصفوا للشخص. يعرضها عليه مثلا. فبلاقي الصورة هادي. ممكن نعمل لها تنزيب بالشكل هذا. ايه مثلا. بعد ان تنزيب معنا. بتفتح معنا الصورة بالشكل هذا هيك. تمام. طبعا الصورة واضحة جودتها كويسة. حلوة ننضيفها على الفوتوشوب. ممكن ان نغير باللون. لا نحط التشيرت اللي احنا بدنا اياه. تمام. الان بعد ما انتهينا. من استعراض المواقع. اللي بتهم و بتلزم. اي مصمم. او جميع مصممين بشكل عام. سواء مبتدئ. متوسط. محترف. او انت حابب تتعرف على مجال التصميم. وتفوت فيه من المداية. ستتطلع على المواقع تتعرف عليها. هاي استعرضنا معكم جميع المواقع المتوفرة. او ممكن ايضا كمان يكون مواقع مختلفة. احنا ما اكونش انا بعرفها مثلا. او ما اكونش مرت عليها. فاذا حدا بيعرف مواقع غير عن اللي انا ذكرتها بالفيديو. فممكن اضفوها على. تكتبونا اياه بالتعليقات. اسفل الفيديو. تمام. او بتعليقات الفيسبوك. تمام. الان بعد ما استعرضنا امامه. زي ما قلت سابقا. مواقع هذه. لدينا امور تانية اضافية. تفضل بشكل يعني. نسبة تسعة تسفين في المية. او خلينا اقول. لازم ان يكون. الاضافات هذه المتوفرة. عند ايضا كل مصمم. تمام. سواء مصمم او مبرمج او بغض النظر يعني. يتفيد الجميع. هي اضافة اول اضافة. احنا منضيفها على جوجل. هي احنا معنا ثلاث اضافات. طبعا الاضافات هذه بتوفر علينا. انه ممكن مثلا بدلا من واحد. يبحث على صورة. على جوجل. يفود يدور عن مواقع كذا موقع. فانت بكل بساطة. بتضيف الاضافة هذه عندك. تثبت عندك على جوجل. هي اسم الاضافة البروية التابعة. طبعا. كل الشكر والاحترام والاجزيم الخير. مؤسسين موقع عرب فونس. هم اللي عاملين. الاضافة هذه الجميلة الرائع جدا. الاضافة هذه بتوفر علي وقت وجهد. بشكل عظيم وشكل كبير. لا تتصوروا يعني. تمام. بعد من ثبت الاضافة طبعا رح تلاقوا جميع الاضافات. روابط اسفل الفيديو بصندوق الوصف. عندنا الاضافة هذه عندنا. الفيكتور مثلا. فانا بدي استخدام الفيكتور. فضقت على الفيكتور. بلاقي كبشة مواقع هان. فاستفيد منها للصور الفيكتور. ايضا من ضمن موقع فريبك اللي شرحته اول الفيديو. تمام. لدينا مثلا الموقع التاني او الاضافة التانية الجميلة هي اضافة الايكونز. ايقونات كثيرة مواقع كثيرة. متوفر عليها ايقونات. بقدر استفيد منها. بشكل التصميم. تمام. من ضمنها ايضا موقع فريبك. اوكي. الاضافة التالتة هي اضافة الفوتوز. الصور. مواقع الصور. جميع مواقع الصور. التصميم. منهم البكسلز. وايكسل باي. يعني السبلاش. بي ان جي تري. اللي قلت وشرحتهم سابقا تمام. تمام. جميع المواقع هذة متوفر ان احنا نقدر نحصل على الصور اللي منستفيد منها ونستخدمها في التصميم دا تمام. الموقع هذا يعتبر الموقع مرجع للجميع من ناحية ايضا التصميم ومن ناحية التغذية البصرية من ضمنهم ايضا موقع بيهانز تمام موسوعة كبيرة من المواقع على جزيم الخير ضيفينها جميعها نفرين علينا باكد جهد تمام عندنا ايضا اضافة الموكب انا لو بذا استخد الموكب فباقعد افوت على اي موقع من هدولة او انا موقع بعرف من ضمنهم موقع مثلا ثريبك اي مضيوف هاند كمان افوت عليه مباشرة يعني انا ممكن اثبت رايقونة هذه وبكل بساطة بادي بدي الموكب باضغط عليها فتح الموكب باختار مثلا موقع الموقع هذا خلينا نشوفه مثلا تمام افتح معنا موقع بي اس دي للموكب بالشكل الامان اي عندنا جوالات جوال اتصارد عليها تصنيمك للجوال الشاشة اي باد ساعة تمام لكتوب مثلا تمام بالشكل هذا طبعا اضافة تانية اللي هي الخطوط الخطوط هادئ وعندنا ايضا موقع كتيرة من ضمن الموقع جوجل اللي ذكرته تمام وعندنا ايضا موقع عرف فونس اللي هو اللي عاملين الاضافة هادئ كل الشكرين لهم وايضا الكاليجرافي ايضا هدولا تبعين اللي نضغط عليهم ايضا فوتج سواء الصور او يشبه موقع الي ذكرتها تمام انا نصفيد منها مفرين علينا وجوة الجو양 الكبير تمام ايضا اضافة لثري دي او اضافة لثري دي تمام الصور الثري دي او بي اس دي ثري دي ايضا جميع الامور هذه احنا بنقدر ان نزلهم على الجهاز عنا ونضيفهم على البرامج ونوضيفهم متصاميم طبعا زي ما قلت وبعيد اكتر من مرة بنعدل عليهم بالشكل اللي احنا بدنا اياه طبعا اكيد في منهم المجان وفي منهم المدفوع لكن نسبة كبيرة من المواقع هذه المتوفر عليها تصاميم وامور بشكل مجاني وجميل جدا وما تكون افضل واجمل من الاضافات او التصاميم المدفوع اوكي الان ايضا اضافة جميلة جدا هي الكورسيز الكورسات الكورسات باللغة العربية ايضا كورسات باللغة الانجليزية كورسات للتصميم اي مجال ممكن احنا بدنا اياه زي موقع ادراك موقع دروب موقع كورسيرا يودسيتي يودمي تمام بكل بساطة لو احنا مثلا نفوض على الموقع هذا ندرس او ندرس اي ندرس كل منصة عربية للتدريب الوترالاني توفر دولات تدريبية في مختلف المجالات تمام مجالات في الميكروسوفت هاي البريمير ايضا ممكن يكون مجالات في الهندسة في المطورة الاندرويد ايضا 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 اضافة الالوان تمام ايضا لو احنا نفوت على الموقع هذا نلاقي معنا الموقع بالشكل هذا معنا تمام اوكي اوكي طب نعمل ايه نحن نعم تسجيل دخول. طبعا على ما يبدأ الموقع هذا موقع آآ مدفوع. أنا بقول لك التسجيل انه هاي ستارت الواتعشر يوم ريال يعني مجانة. وهي يعني بشكل مدفوع. اوكي. مو خلا فيش مشكلة في آآ مواقع كتير للألوان بتكون بشكل مجاني. تمام. لما قلنا اضافة الالوان. عنده ايضا غير الالوان عند اضافات اللوجو. يعني مسلا انا استخدم لوجو او انا بدي اعمل فكرة للوجو مسلا. لمخبز. فممكن افوت على اي موقع. وابحث على مباركر. مخبز للوجو. فالاقي شعارات كتير او اشكاله بالوان. واشوف. واستمد منهم الافكار. ممكن استخدم مثلا. اجيب كزا لوجو. اضيف. ادمج بينهم مع بعض. انشئ لوجو جديد منهم. وهكذا يعني تمام. فعندنا ايضا اضافة البي ان جي. لما قلنا البي ان جي هي الصور مخرغة. يعني الخلفية. محزوفة منها. من غير الخلفية خلينا نقول يعني الخلفية شفافة. تمام? انا ايضا عدة مواقع هان. من ضمنهم انجي ترين. اللي انا قبل شوية شرحته. تمام? بان جي اميج. فري بان جي اميج. بان جي قيل. اه فري بان جيز. يعني امور كتيرة. تمام? لا البي ان جي. ايضا عندنا اه مواقع البي اس دي. الخاصة في البي اس دي. تمام? الخاصة في البي اس دي. زي ما قلت الموقع بوكب هانتس وموقع ايضا ايضا الاضافة هادة بتجيب للمواقع كتير وبشكل كتير. اه مسلا لو نفوت على الموقع هذا. تمام? الموقع هادة زي ما قلت لبي اس دي. لكن على بداية موقع الصيني والله هو ايضا ايش زي هيك. لا الموقع. تمام? اي الشكل اللي امامنا. مكب مثلا لا سيدي. مكب لا مسلا لايش يعني او السيارة تمام? فنستخدمهم. ممكن نحتاجهم. تمام? ووقت الفيديو طبعا ما بسمح ان انا اجرب كل اه كل موقع من المواقع المتوفرة امامي. ولكن انا بشكل سريع يعني حتى هيكون وقت الفيديو بثير. يعني وقت الفيديو تقريبا اه نقرب على الساعة. تمام? حتى ما يكون اكثر من هيك. اه طبعا ما يجد الاضافة اللي بعد هيك اضافة البرينجز. البرينجز. لا اطباعة مسلا انا بداي استخدم امور لا اطباعة لو احنا نستخدم مسلا في منظمة اذا نفريبك. هنا نوقع مسلا ويب نيل. ويب نيل. تمام? نوقع هذا الاطباعة. تمام? يعني الاطباعية بتكون هادة الـ او معمولة سواء على الالستريتور او الفوتوشوب بتكون معمولة بصيغة الوان سي ام واي كي. الاطباعة ورئيسة ار جي بي. اكيد انتم عارفين الكلام هادا طبعا. انو الار جي بي الوانة تمام? انعرض على الشاشة. لكن ال سي ام واي كي الوانة لا اطباعة. تمام? هاي بشكل كبير عندنا. انا بشكل منجاني. هاي مكتوب عندنا هاي انا free download. تمام? انها بطاقات اعمال. اوكي. اه بعد البرين عندنا الـ tools. الادوات هادة. شو الادوات هادة? الادوات هادة اضافة جميلة جدا. اضافة جديدة. short cuts. اضافة short cuts. بفتح معنى الموقع هذا. والله انا بيقول لك انت اي اشي انت شو تستخدم مسلا. وانت ايش مجالك? والله على سبيل المثال انا بستخدم فوتوشوب. اذا بنلغر على الفوتوشوب. تمام? بقول لك هان انت الفوتوشوب انت بتستخدمه ايش? واندوز والله ما اقول له واندوز. فبيجيب لك جميع الاختصارات المستخدمة في برنامج الفوتوشوب. تمام? ووفر علينا انه انت مسلا تبعد تحفظ الاختصارات. هتبعد تعمل الشغل مسلا اختصاريك بالخلط فمتعرفش ايش انت عملت كيف انت ترجع تراجع الخطأ تمام? فتنميع ايه الاختصارات تاعت برنامج الفوتوشوب. تمام? مسلا سواء مسلا مسلا هن بقول لك بابلر ايه شطه ايه شورتكاتس الاختصارات اللي يعني شائعه تقريبا. ولكن هانا فريترانس فون ضغط كوترول تي. كوترول تي اللي هو تعمل يعني ترانس فون بتتحكم بالشكل. انه انت تستخدم الشكل هذا هي علامة الدال من الكيبورد علامة الجي وحرف الدالة حرف الجي اللي بيزغر بكبر الفرشاة. تمام? هذه الامور الشائع تمام? عندك هنا مسلا دوال المفاتيح ان انت مسلا بديك مساعدة تختار المساعدة في البرنامج بتضغط اف واحد. بديك بتختار اف اتنين كوبة اف ثلاثة تمام? ممكن اف اربعة اختصارات تمام? برنامج الواتيشوب. عندك اختصارات سيليك تولز. اختصارات يعني اختيار الادوات. مفتول. نزع اختيار احرف الفي. وهكذا يعني حطي ما اطول عليكم. بيضر انت مسلا تعمل ملف وورد. نتسخل جميعنا اختصارات فيه. تحفظها عندك وتطبعها وتخليها اه بنجانب. ممكن تحتاجها باي وقت. يعني ممكن لشخاص المكتدئين في المجال. ممكن يكون متغلبين ان واحد يحفظ الاقتصارات. لان الاقتصارات مفيدة في اختصار الوقت. لا الحقيقة تمام? اه بعد هيك اضافة 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 هذه هي بتجيب لك جميع الاحجام اللي انت ممكن تخطر على بالك. واي منصة ممكن تخطر على بالك انت بنتك تعمل لها حجم وتعمل لها تصميق وانت مش عارك ايش الحجم المخصص الها تمام? على سبيل المثال انا بدي اعمل تصميم الفيسبوك. واضغط على الفيسبوك. وقول لي انا. الفيسبوك الكفار فوتو. صورة الغلاف. حجمها تمامية وعشرين في اربعمية واثنين وستين بكسل. حجم الفيديو. حجم الفيديو. حجم الفيديو. حجم الفيديو. سبعمية وعشرين في افر وثمانين. مثلا لينك صايز. لينك اميج صايز. صورة بتكون بلينك بكون حجمها الف ومتين في سبمية وثلاثين. تمام? صور الاميج للبوستات. للفروفال للجروب. تمام? طبعا جميع المقصات هي بيكسل. تمام? ايضا في اضافة جميلة من الموقع نفسه. انه انت الحجم هذا. ومالف هذا بتقدر تحمله سواء بالAI للإلستريتور. او الBSD للفوتوشوب. او الاندزاين لبرنامج الاندزاين للآي دي. طبعا هنا مش متوفرة لانه بقول لك هاي سون قريبا يعني. تمام? ممكن احنا بدنا من ان ننزل بالملف. مباشر من اخذ القياسات الوث الف ومتين كهاي الارتفاع ستمية وثلاثين بكسل. ومباشر منشئ ملف على الفوتوشوب. ومنشتغل عليه مباشر من صمم الصورة اللي احنا بدنا اياها. سواء طبعا زي ما قولت على الفيسبوك او انستجرام او اليوتيوب. تمام? حتى مطمد عليك وقلينا بشكل سرع عن الاضافة هادة. الاضافة هادة بيجيب لك ايقونات وبشكل كبير وبشكل ادى المنجانة شبه المواقع اللي قلناها ايكون ايكونز تمام? اذا رأينا نتحملها وتنزلها سواء بصغة PNG او SVG. او ممكن مباشرة تعمل لنا نسخ رسق على البرنامج اللي انت بدنا تشغل عليه. تمام? بعد هيك الاضافة التانية اللي هي اضافة الكلر بيك. خلينا نفوت على الموقع هذا. الاضافة هادة بيجيب لك اي لون في الموقع عندك. تختارها. مسلا بدي اختار اللون هادة. مسلا هادة اللون او اللون الازرق هادة. فاضغط عليه بيجيب لي الكود تاع هاي الكود. تمام? ممكن اختار مثلا اه اجيب اللون هادة. اللون الاحمر. تمام? وضغط على اللون. وبيجيب لي اللون الهاشتاغ اللون الابدل اللي هان. اللي هو هاشتاغ الافات هادة. تمام? الاضافة اللي بعد هيك حتى ما اطول عليك هي اضافة الفونت. تمام? اه واتفونت. الواتفونت هادة. هي بتجيب لك ايش نوع الخط المستخدم. تمام? يعني الخط المستخدم هادة بتجيب لك ايش اسمه? انا لو استخدمها ايش بجيبها. طبعا هي في الغالب بتكون المواقع بتستخدم الخط النوع واحد. تمام? حتى نتاكد من منها فبكل بساطة باجع على مواقع مثلا جوجل فونتز. على سبيل المثال طبعا. وباختار الاداة. تمام? كل بساطة مجرد ما اقف على الخط بجيب ايش نوع الخط واش اسمه? وقف هنا بقول لك كايرو. وقف هنا ببنسانز. وهكذا. الاضافة هادة اضافة طبعا جميلة جدا. متوفر علينا وقت انه احنا مسلا ان انا نستخدم الخط معي من الموقع هذا فانا مش عارف ايش نوع الخط. فدلا مقعد ابحث ايش الخط المستخدم في الموقع الفلاني. اضافة مثلا تاخد سكرينشوت للموقع وتضيف الصورة على الفوتوشوب وتقعد يطلع وتقارن بالخط تجيب وتحاول نجرب او تجيب خط جريب للخط المستخدم. فبكل بساطة انت بتجيب الاداة هادة مجرد انت تجرب على الخط فبتجيب لك ايش اسم الخط. تمام? وايضا لو انا بتجيب فان مسلا. فبتجيب لايش الخط الفامي لا وايش الستايل تاعه وقدش عرضه وقدش حجمه. تمام? هايو الوايب والسطايل والفامي الاسم العائلة تمام? وايضا اللون الخط يعني اللون الخط هي بجيب لك الرابط او الكود تاع الخط تمام? او اللون الكود تاع لون الخط. اوكي? ثم اختم الفيديو في النهاية. حبيت اجيب لكم ايه ملف محتوى على ملفات عديدة للمصممين من الخطوط واضافات للرياضة اضافات للصور. ايضا اقنعة. خدنا نفوت على الخطوط العربية. تقريبا موجود عندنا خطوط عربية سبعمائة واربعة خط. سبعمائة خط تقريبا تمام? كل الخطوط هذه هي خطوط عربية زي ما انا ذكرت. موجود من ضمنها خطوط الجزيرة. خطوط الديواني. خطوط كثيرة ومنوع بجميع الاشكال والانواع. تمام? آلية تثبيت الخط. نضغط على الخط. نضغط عليه بالزر اليمين. عندنا خيار بدنا من الخيارات المتوفرة. نضغط عليه. وتم تنزيل الخط. تمام? ازا كان موجود عندنا الخط مسبقا يعني انا نزل لهذا الخط. سبطته. طيب انت سبطه مسلا كمان مرة. من اللسون بقول ان انت هذا الخط بسبطه قبل هيك. تمام? اوكي. ممكن قد نلسل طريقة. احدا مسلا كبشة خطوط زي هيك. اكتر من خط عشر خطوط خمس خطوط. ومرة واحدة اعمل لهم ايش تنزيل. تمام? اوكي. هذي بالنسبة للخطوط. الان عندي اضافات رياضية مسلا رياضة لصور رياضية. من لغبهات شعارات لعبين مدربين تمام? ملاعب. ممكن احنا مسلا نعمل تصميم فنستخدم الصور من الصور هذي. تمام? عنا ايضا اضافات للصور التانية مختلفة. رياش اضافات مسلا مياه. قطة. اه مسلا مفتاح. ساعة بورج ايبل مسلا سماعات. اه اشارة الموسيقى. واجه الساعة. كتب. فامور كتيرة ايضا تقريبا متوفرة اربعمائة وستة وستين صورة. تمام? عنا ايضا مسلا صور متنوعة مختلفة برويز خلفيات لشخصيات زي هيك. مسلا يعني صور كتيرة وخلفيات احنا بنقدر نستفيد منها. مسلا بنصمم شعارة بنصمم نعمل تصميم الدمج. بننضيف اللمسة بسيطة على التصميم. فنشوف الاضافاتة هادو بنشوف ايش ايش المناسب للتصميم اللي بدنا نعمل. تمام? عنا ايضا مجلد عنا ايضا مجلد الاقنعة. اقنعة وشعر مسلا تمام? في الشكل هذا ايضا اوكي. عنا ملف اه مجلد خمات التصميم بالشكل هذا تمام? قريبا متين اه صورة. ممكن الصور هذه نستخدمها في الخلفيات لصور او تصميم او برواز مثلا. مثلا هذا الصورة جميلة ممكن نستخدمها في تصميم مثلا بطاقة الدعوة او تصميم لرمضان او العيد او اي مناسبة تمام? جميع عدد من الحقيقة هذه ممكن نعمل تصميم نضيف في صورة هذه. مسلا تصميم بدل على اكشن او في حركة او قتال ممكن نضيف اه صورة النار هذا او اللهيب او اللهب تمام? عنا ايضا اسميلات للصورة للتصميم جميع الاسميلات والاشكال. طبعا جميعها في سيقة بي ان جي. تمام? يعني مفرغة. عنا ايضا شخصيات كارتونية. هذا محتاجة ممكن لتصميمنا وشغلنا او كي. في ايضا هنا مجلد اه كتير بيزنس هومان مسلا. اشكال هادي. والصور هادي زي هيك مسلا. تمام? عنا ايضا فرش. نستخدمها هادا بنضيفها على برامج التصميم الفوتوشوب والاليستريتور. تمام? ايضا عنا مناظر طبيعية. في الشكل هادي. ممكن هادا الصور مسلا. نضيف عنا نستخدمها في الفوتوشوب. نضيف عليها كلام مقولات حكم. ممكن نعمل الهدمج مسلا. ممكن الصورة هادي نجيب اشخاص يكون هيك ماشيين من هان تمام? نعمل الهدمج. ايضا فكرة اي تصميم تمام. ايضا جميع الصورة المتوفرة عنا ممكن نستخدمها بنفس الالية وبنفس الطريقة. هليش? سمحونا على اطالة بالفيديو هالمرة. تمام? لكن هدا فيديو مهم جدا للامانة. بتوفر فيه كل الملحقات وكل الاضافات. كل الملفات ايضا اللي بيقدر يحتاج اي مصمم. اي تصميم ممكن بيعمر تمام? او يحتاجه. او ان شاء الله بنشوك بفيديوهات قادمة. اتمنى منكم وتشتركوا بالقناة اللي تعموني في عليها. بالاشتراك ايضا واللايك. وتفعيل زر الجرس ايضا اهميش عشان اتصلكوا اشعاراتي بكل فيديو انا بقوم بنشره. وايضا تابعونا على الفيسبوك لانه بانشور هناك مباشرة. ايش حنزل وبناخد رأيك واستفساراتك ايضا يعني ازا احبين تمام? وايضا اكتبونا رأيكم بالفيديو وازا عندكم اي استفسار وازا حابين نضيفه اي يعني بس موقع عنه ما قلتهش او ما ذكرته. عابين نشرح او نحكي عنه مسلا واكتبونا اسمه بالتعليقات. وبنشوفك على خير ان شاء الله بفيديو قادم. ونعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.